السلام عليكم توقفنا في الدرس السابق عند هذه النقطة وصلنا الى التراور وكتبنا بهذا المكان الميلز ذكرنا بأنه ما أريد أضع هذه الميلز على شكل تكست اعتيادي وإنما سنستخدم وجهة جديدة بالفلتر هذه الوجهة اسمها list-tile إذن list-tile وجهة اعتياديه مثل ما أنه عندي مثلا list-view list-view تستخدم لعرض list لكن الآن هذا list-tile كأنما يستخدم لعرض جزء من list أكثر من عنصر تعرضهم كأنما في صف واحد فهو مخصص لهذا الغرض أصلا فبالتالي شوف بأنه الخيارات الموجودة فيه فيه أصلا title فيه subtitle وفيه leading و trailing leading جزء اللي يكون في المقدمة و trailing جزء اللي يكون آخر شيء طيب وكذلك فيه أكيد مجموعة من styles style selected color icon color text color shape كثير من الخصائص ممكن تتحكم فيه وأهم شيء في خاصية on tab يعني حالة حال equal فعند الضغط عليه أحد الشيء معين لو تريد هذا الشيء فيوفر لك كثير من الخصائص مثل ما ذكرت كأنما يستعمل لعرض مثلا جزء من list فلا تخذ على كلمة list ما نضع بداخله children فإذا الآن list style هذا ممكن بأن نضع فيه title هذا title ليس string وإنما widget فبالتالي أضع هذا التكست كله بداخله كذلك مثل ما ذكرت هو يستقبل مني leading leading اللي هو الجزء اللي يكون قبل هذا الميل فبالتالي هنا ممكن أعطي icon ببساطة icon افتح قوس وبالتالي أعطي icons.restaurant ومن ثم سأعطيها color فبالتالي color theme dot of context مثل ما تعودنا dot color scheme من color scheme ممكن أختار on background color ctrl s أو save تلاحظ بأن أعطاني هذا الناتج إذن هذا هو list style عبارة عن صف واحد بهذا الصف تملأ كثير من المعلومات إذا وضعنا هنا leading ووضعنا كذلك title كذلك عندنا خاصية on tab عند الضغط عليه سيحصل شيء معين نفس هذا list style ممكن نكررها مرة ثانية المرة الثانية ستكون عندي settings بهذه الصورة بالنسبة ل icon وبالنسبة ل text سيكون filters تلاحظ بأنه عندنا meal وعندنا filters وتلاحظ بأنه هو قابل للضغط فهذه فائدة list style الآن المفروض بأنه لو ضغطت على الميل مجرد أنه سيغلق هذه لدراور فموضوعها المفروض جدا بسيط لكن هذا الكلام ليس دقيق المهم فبالتالي هنا ممكن نكتب navigator dot of context dot اكيد path فبالتالي ctrl s الآن لاحظ نفتح هذه الدراور وأضغط على الميل يحذف الدراور أضغط على الميل يحذف الدراور على اعتبار أنه إحنا موجودين أصلا في الميل سكرين فعندما أنت تضغط على الميل عند الضغط عليها يحذف هذه الدراور طيب وبالنسبة للفلترس المفروض بأنه ينقلني إلى صفحة جديدة اسمها filter screen فإذا شو بينه في السكرين حضرنا سكرين جديدة اسمها filter screen بهذه الصورة لو نفتحها أكيد هو ملف فارغ مبدئيا هذه السكرين أريدها تكون stf stateful widget لأنه سنقوم بداخلها بإدارة state واسم السكرين ستكون أكيد filters screen بهذه الصورة فبالتالي جهزنا هذه السكرين الآن مفروض بأنه بهذا المكان عندما نضغط على الفلترس ينقلني إلى السكرين مرة ثانية المفروض عندما تعمل navigation أنت تنتقل من سكرين إلى سكرين فأنت الآن موجود في الميل دراور اللي هي عبارة عن وجت أصلا وهذه الوجد تابعة للتاب سكرين وذكرت لك بأن التاب سكرين حاليا صفحتنا رئيسية وهي الصفحة اللي نقوم فيها بإدارة الستate ولهذا هي أصلا stateful widget فالمفروض من هذا المكان أنت تعمل إدارة للستate فإذا في الميل دراور سأرجع مرة أخرى بهذا المكان ممكن أقسم السطر وهنا سأجعلها تستقبل function final void function وهذه function تستقبل متغير نوعه string وليكن اسمه identifier ممكن الآن تفهم ما معنى هذا identifier واسم الفاكشن سيكون onSelectScreen وهنا سمي كولن نعرفه ك required parameter وهذه onSelectScreen الآن ممكن أن ننفذها اللي عبارة عن function عادية تستقبل string موضوع هذا بسيط عندما نضغط على هذه آيكون الخاصة بالميل مجرد أنه ننفذ هذه function اسمه onSelectScreen تريد منك identifier يعني كلمة معرفة فأنا سأعطيها كلمة من عندي حتى أفهمها اللي هي كلمة ميلس ومن ثم السيمي كولن مرة ثانية بهذا المكان استدعي الفاكشن وهنا أعطيها filters فإذا ما معنى هذا الكلام ما فائد هذا identifier على الاعتبار أنه أنت تستدعي الفاكشن من مكانية مختلفة هي نفس function onSelectScreen فكيف أنا أعرف بأنه أنت استدعيت الفاكشن من الميلس أو أنت استدعيت الفاكشن من الفلتر فالمفروض بأنه أثناء ما تستدعي الفاكشن تعطيني فقط hint أو تعطيني مفتاح حتى أفهم من أين استدعيت هالفاكشن من الميلس أم من الفلتر فلهذا عرفت هذا identifier أو المعرف فالآن إذن ال onSelectScreen صارت مطلوبة في الميندراور سنذهب إلى tabScreen بهذا المكان وأكيد ممكن نعرف فاكشن خاصة بنا إذن void فاكشن وليكن اسمها setScreen هذه الفاكشن سيجعلها تستقبل string اللي هو نفسه identifier بالتالي المفروض هذه الفاكشن اسمها setScreen نعطيها إلى ال onSelectScreen فبهذا المكان فيها required parameter onSelectScreen تريد مني فاكشن تستقبل string فأوكي أنا حضرت فاكشن اسمها setScreen هذه هي الفاكشن وهنا أكيد أحذف ال conist حتى ما يعترض عندي فلا تلاحظ بأن no problems لحد الآن ما عندي أي مشكلة الآن ممكن نبرمج هذه الدالة اللي اسمها setScreen من هذا المكان نبرمجهم على أساس أكيد identifier فإذا هل identifier equal equal filters حتى أفهم من أين أنا أستدعي الفاكشن هل أنا أستدعيها من الفلتر أم أستدعيها من الميلز إذا أستدعيها من الميلز فالآن مجرد أنه أحذفها يعني navigator .of context مثلنا اتفقنا .poth إذا الآن من جديد غدت restart مرة ثانية لو أفتح للدراور وأضغط على الميل مجرد أنه يحذف لي للدراور وبالنسبة للفلتر المفروض بأنه ينقلني إلى filter screen فبالتالي navigator .push أعطيه ال context ومن ثم أعطيه ال route اللي هو material page route ال builder يعرف لي أكيد ctx context ومن ثم مجرد أنه أعطيه filters screen وبعدها أكيد ممكن أقسم السطر طيب نعمل import أكيد لل filter screen بهذه الطريقة وأكيد ممكن نجعلها constant الآن الكود تقريباً اكتمل عندي ممكن حتى أقسم السطر بهذه الصورة الآن في filter screen حتى يعرضها المفروض بأن نضع بعض المحتويات بما أنه هي screen أول شيء أفكر بي هو the scaffold بداخل scaffold upper ومبدئياً ممكن أعرض title بهذه الصورة والtitle سيكون عبارة عن text أعرض فيه data وليكن مثلاً your filters ممكن أجعل iconist وأقسم السطر بهذه الصورة بالنسبة للbody فهنا سأعرض column مبدئياً سأجعل هذا column فارغ بهذه الصورة ممكن أجعل iconist حتى ما يعترض عندي إذا انتهينا ممكن هو ترستارت من جديد الآن لو نذهب إلى الدور وأضغط على filters ينقلني إلى صفحة جديدة اسمها filter screen ولكن الكود اللي كتبناه فيه مشكلة الآن لو تجرب فقط أنه ترجع إلى الصفحة السابقة أضغط على السهم أكيد عندي خطأ عندي مشكلة هو بدل ما يرجعني إلى النافذة الإفتراضية رجع مرة ثانية في تحليل الدراور ما سبب هذه المشكلة الموضوع بسيط جداً لو تلاحظ في الـ top screen بهذا المكان أنت عملت push أنت دفعت هذه السكرين إلى الأمام لكن المحتويات السابقة هي كلها ظلت مفتوحة في الخلفية فإذا أول شيء ممكن تعمله بأنه أنت تغلق للدراور ومن ثم تعمل push أو تدفع هذه النافذة حتى تكون في الأعلى الآن موضوع نوعاً ما منطقي أكثر نرجع مرة ثانية الآن نفتح الدراور نضغط على filters يعطيني نافذة جديدة أضغط على السهم رجوع المفوض يرجع من دون ما يفتح الدراور تلاحظ بأن الدراور غير موجودة لحد الآن ممكن نعمل شيء آخر لو أريد ممكن بأن هذه الدراور أثبتها بكل مكان يعني بالفلتر سكرين بهذا المكان ممكن أيضاً أعرض نفس الدراور بدل ما أنه يعرض لهذا السهم رجوع مثل ما أنه عندي في التاب سكرين بهذا المكان نشوف بأنه عندي دراور مين دراور بهذه الصورة أيضاً نفس هذا السطر سأضعه بالفلتر سكرين يعني بهذا المكان طيب بالنسبة للمين دراور سأعمل لإمبورت على اعتبار أنه هي وجهة مستقلة مين دراور وبالنسبة للسيت سكرين أنا سأبرمج فاكشن جديدة مكان أون سيليكت سكرين هو يريد مني فاكشن يتعرف بداخله متغير وليكن اسمه ايدنتي فاير طبعاً ممكن يكون أي اسم أكيد ومن ثم يفتح قواس الفاكشن نفس المحتويات تقريباً يعني بهذا المكان في السيت سكرين ممكن أخذ نفس هذه المحتويات وأرجع مرة ثانية أضعها بهذه الصورة إذا كان الايدنتي فاير تساوي الميلس فبالتالي انقلني إلى التابس سكرين هذه المرة أريد أرجع مرة ثانية إلى التابس سكرين وطبعاً هذه الباب المفروض بأنه تكون بهذا المكان حتى أنه أول ما ينفذ الفاكشن مجرد أنه يعمل باب ممكن أقسم السطر بهذه الصورة ما معنى هذا الكلام والآن بالنسبة لهذه الألس ما أصبح هناك حاجة إلها على اعتبار أنه إحنا برمجنا الكود بحيث من هنا إذا ضغطنا على الفلتر سينقلني إلى الفلتر سكرين وبداخل الفلتر سكرين إذا ضغطت على الميلس سينقلني إلى التاب سكرين هي نفس الميلس سكرين كأنما هنا ترستارت من جديد حتى نفتح التطبيق من البداية الآن لاحظ إحنا موجودين في التاب سكرين فإذا ضغطنا على فيلتر الآن ينقلني إلى الفلتر سكرين نحن م موجودين الآن في الفلتر سكرين أيضا عندي نفس의 دراور الي هي أصلا المحين الدراور فإذا أفتح الداور وأضغط على الميلس لأنه يقمني إلى tab سكرين فعلا نقمني إلى tab سكرين فالموضوع الآن جدا جدا منطقي لكن عندنا مشكلة الآن جدا كبيرة اللي هي إنت دائما تعمل بنش يعني بهذا المكان في الـ tab سكرين انت تعمل بوش للفلتر سكرين بحيث انه تضعها فوق التاب سكرين وبعدها عندما تفتح مرة ثانية 100 سكرين ايضا تجعل التاب سكرين فوق الفلتر سكرين فسيكون عندك تكدس للسكرين انه سكرين فوق سكرين فوق سكرين وبالنتيجة تستخدم التطبيق مدة ساعة ساعتية ممكن انت فاتح مثلا 100 سكرين واحدة فوق الثانية وكيد هذا الشيء تطبيقك سيستهلك الميموري وكثير المشاكل ستكون في التطبيق فالنفروض بانه بدل هذه البوش ممكن تستعمل بوش ريبليسمينت وهذه ايضا طرقنا الها في واحدة من الدروس بحيث انه انت تعمل بوش يعني تدفع سكرين جديدة الى المقدمة لكن تعمل استبدال بحيث انه تحذف السكرين السابقة نفس الحالة بهذا المكان ممكن تستعمل البوش ريبليسمينت بهذه الصورة فالان اكتمل الموضوع بالنسبة للنافيقايشن ترجمة نانسي قنقر